المتابعين الكرام أهلا وسهلا بكم جميعا في هذه المساحة الرياضية من برنامج مسيرة حلم يتحقق على قناة الحدث الافريقي فقط الليلة لنا لقاء خاص مع رياضي استثنائي ومدبر مجتهد برؤية ثاقبة وبأبعاد ومخططات محددة وهادفة ومضبوطة آلياتها وتفاصيلها حكمة هذا الرجل دافعها خبرة ودربة ميدانية وإنصات بثبات لتوجيهات الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية حول الرياضة التي شكلت منعطفا مهما في مصاري تطوير الرياضة بالمملكة وإشعاهها قاريا وعالميا طيفنا لهذه الليلة فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الرياضي الشغوف بالكرة المستديرة حبيبة الجماهير أحبها وغاص في عشقها وقدم لها الولاء بإخلاص وتفان ونكران للذات فأجلسته رؤيته وحسن إنصاته وتميز تدبيره لشؤون الرياضة على عرش مملكتها القروية ومنحته الرياضة وطنيا وقاريا وعالميا كان فوزي لقجع وراء فوز نادي مدينة البرتقال بركان بكأس الكاف عن جدارة واستحقاق في رحلة الوصول إلى قمة القارة السمراء بعدما رسم له لقجع الطريق نحو الاحتراف والقمة انتخب فوزي لقجع رئيسا للجامعة المغربية لكرة القدم في الحادي عشر من نومبر 2013 ليكون الرئيس رقم 16 الذي يتقلد المنصب خلفا لعلي الفاس الفهري بعد التجربة الناجحة له كرئيس لنادي نهضة بركان ليبدأ لقجع رحلة جديدة لإصلاح الكرة المغربية وتجسيد أفكاره الاستثنائية فوق أرض الواقع حيث كان انتخابه أحد تجليات العهد الجديد وعودة الجامعة إلى حضيرة التسيير المدني وبدأ معها تنفيذ قرارات حاسمة للمضي قدما في مشروع الاحتراف وإزالة كثير من العيوب التي تشوب المشهد الكروي في المغرب وأصبح المغرب بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس للشأن الرياضي المغربي وحرص جلالته على تطويره أصبح يتوفر على أحد أجمل ثلاث مراكز تدريب في العالم وعشرين ملعبا ذو عشب وجودة من مستوى عالمي جاهزين لأي تظاهر عالمي وقارية إضافة إلى بناء وتجهيز مئتين ملعب جديد بالعشب الاستناعي بكافة جهات المملكة وهذا يعود بشكل خاص إلى استراتيجية الجامعة لتطوير الكرة بشكل عام حتى وأن الكرة النسوية بدورها نالت حظها من هذا الاهتمام ضمن مخططات لقجع حيث صنفت البطولة المغربية الأفضل قاريا تعتبر حضوية فوز لقجع بمجلس الفيفا امتدادا لعدة انتصارات حملها معه للمغرب رياضيا كما استراتيجيا ووصوله إلى مركز القرار داخل الفيفا من شأنه أن يجعل من المسؤول الرياضي سفيرا فوق العادة للمغرب داخل المنتظم الدولي بالنظر لشبكة العلاقات والبعد الدبلوماسي الذي يقتلن بمقعد عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم تقود فوز لقجع صاحب الرؤية المتبصرة مقاربة ثلاثية الأبعاد جعلته مختلفا عن مسيري كرة القدم الإفريقية حيث اهتم بتحسين البنية التحتية واعتماد حكامة فعالة وتنفيذ سياسة تمويلية مستدامة ومنذ توليه رئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وضع سياسة رياضية طموحة مما جعل المغرب يقطف ثمارها وتحسنت النتائج التي حققها أسود الأطلس بشكل ملحوظ ومنها الترتيب العالمي الجديد للمنتخب الوطني كما ساهمت في إشعاع شخص رقجع ومؤسسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي أصبحت نموذجا يحتذا به الشيء الذي دفع حوالي أربعين اتحادا إفريقيا إلى توقيع اتفاقيات شراك معها وأجمعت غالبية المنابر الإفريقية وخاصة رياضية منها على كون مستقبل الكرة بالقارة سيكون مشرقا مع فوز لقجع في مجلس الفيفا ليساعد على إطلاق مخططات مارشال لتطوير كرة القدم الإفريقية على مستوى البنية التحتية الحكامة الموارد المالية وإصلاحات على أصعيدة مختلفة ومن أبرز إنجازات لقجع هو إعادة الهبة للكرة المحلية والتركيز على التكوين وسقل المواهب المغربية ومنحهم كل المؤهلات والإمكانيات لذلك انتخب لقجع عضوا في المكتب التنفيذي لاتحاد الإفريقي لكرة القدم حيث عمل كثير على تعزيز العلاقات بين الجامعة والعديد من الاتحادات الكروية في القارة الإفريقية بتوقيع اتفاقيات شراك شملت عددا من مجالات التعاون لتطوير كرة القدم وتبادل التجارب للنهوض بالتحكيم وتكوين الأطر التقنية والإدارية لبناء أسس متينة لكرة القدم التنافسية وتسخيل البنيات التحتية التي يتوفر عليها المغرب من أجل استقبال المنتخبات الإفريقية وبعد مسيرة حافلة بالإنجازات الكبيرة والعمل الاستثنائي تم انتخاب لقجع عضوا بمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ممثلا عن قارة إفريقيا وذلك خلال انتخابات الجمعية العمومية للكونفيدرالية الإفريقية حيث جاءت تزكية لقجع لعضوية مجلس الفيفا بعدما أعلن كل من خير الدين الزتشي من الجزائر وغوستافو إيدو من غينية الاستوائية انسحابهما من خوض غمار الانتخابات ليدفر لقجع بالمنصب الذي يعتبر المستوى التالي من التحديات ومنصة مناسبة فتحت أبواب واسعة للكرة المغربية من أجل الارتقاء أكثر وحقق انتصارا للديبلوماسية المغربية عن طريق المنتظم القروي القاري حنكة المهندس لقجع في تدبيل الأمور وتغليب المصلحة العليا للمغرب جعله يشرف على المرحلة الانتقالية بين أحمد أحمد وموت سيبي وفق بروتوكول الرباط بمباركة رئيس الاتحاد الدولي في فلاخير الذي أسند مهمة توحيد الكرة الافريقية إلى فوزي لقجع فتحولت محطة انتخابات الثاني عشر من مارس 2021 إلى توزيع للأدوار والمسؤوليات بعيدا عن صنادق الاقتراع وفرج الأصوات وبعد أن أنجح محطة الجمعية العمومية الثالث والأربعين التي احتضنتها الرباط اعتذر عن تولي مهام النائب الرابع لرئيس الكاف الجديد ليخرج من الباب الكبير ويحتفظ بمكتسب عضوية مجلس الفيفا تاركا الأصدقاء كما الأعداء يقفون للتصفيق على المسؤول الرياضي المغربي الذي أبرز دربته وخبرته في تدبير شعاب كرة القدم الافريقية أستودعكم الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة